أفضل الأبطال لفخ الدب في هذا الفيديو سأتحدثكم عن أفضل الأبطال إذا تستخدموا من فخ الدب واللي سيجيب وضرر عالي بحشدك و سأبدأ بأبطال اللاعبين اللي بلعبوا بشكل مجاني و أنهيها بأبطال اللاعبين اللي بشحنوا طبعاً سأبدأ من الموسم الأول للموسم السابع و صدقني يا عزيز المتابع بعد هذا الفيديو ستصير تعرف أي أبطال تحشد و إيش أفضل الأبطال لفخ الدب و قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسى تحط لايك و اشتراك و يلا خليكم مع الفيديو نبدأ بالموسم الأول بالموسم الأول أفضل أبطال اللي تقدر تحشد فيهم اللي هم سيرجي و مولي و باهيتي طبعاً بالموسم الأول والثاني والثالث أغلب الناس بلاحظ أنهم لسه بحشدوا بجينا أو بهجموا بالبطل جينا وبطل الجينا مش بطلة هجومية و ما إلها فايدة برفع الخصائص و الأغلب بلعب فيها لأنها سهل تمكيسها أخليك بالموسم الأول اللي هو سيرجي و مولي و باهيتي باهيتي كثير أفضل بفخ الدوب و كثير أفضل بالهجوم بالموسم الأول أما الناس اللي بشحنوا أفضل أبطال حشب فخ الدوب اللي هم جيرنيمو و مولي و باهيتي و عشان تكونوا بالصورة يا أخوان فخ الدوب يحتاج أبطال هجوميين فلازم تختار الأبطال الهجومية لفخ الدوب و هس عندنا الموسم الثاني أبطال الموسم الثاني لفخ الدوب اللي هم فلينت و مولي و باهيتي و الناس اللي بشحنوا جيرنيمو و فيلي و ألونسو و بالجيل الثالث بتستخدم فلينت و مية و باهيتي طبعا هون ركزتلي على مية مية كثير مهمة و هي أكثر بطلة بترفع ضرر بفخ الدوب ضرورة تمكسها و إذا حابتعرف كيف تطورها و تطور أبطالك أنا نزلت فيديو قبل فترة و حكيت كل شي بالتفاصيل و كيف ترفع أبطالك و رح حط الفيديو بأول تعليق أو بالوصف أما الناس اللي بشحنوا ناتاليا و مية و ألونسو و هس عنا الجيل الرابع فطرورتكم نركز على أبطال العجلة و يكون عندك كل الأبطال لأن هاي القائمة كلها بأبطال العجلة بس للناس اللي ما بشحنوا طبعا نفس الإشي رح نستخدم فلينت و مية و لين أما الناس اللي بشحنوا رح نستخدم جير نيمو و رينا و ألونسو و بالجيل الخامس رح نستخدم البطل تعليق العجلة هيكتور مع مية و لين و لو تلاحظ مية لساتها من الجيل الثالث للجيل الخامس موجودة و رح تضل موجودة للجيل الثامن فعشان هيك بأقولكم و ركزوا على مية أما الناس اللي بشحنوا رح يستخدموا جير نيمو و رينا و غوين طبعا اللي عندهم جير نيمو رح يفرق معهم بالضرر كثير لأنه جير نيمو برفع الضرر بالحشود طبعا بالجيل الخامس بتقدر تستخدم غوين إذا فتحتها و إذا وصلتها أربع نجوم فرح تقدر تستخدمها و عندنا السا الجيل السادس بالجيل السادس للي ما بشحنوا هيكتور و ريني و لين طبعا بالجيل السادس فيه البطل اللي اسمه واين واين كثير ومتاز فإذا قدرت تفتحه و تطوره حطه بدل لين ثم الناس اللي بشحنوا رح يستخدموا اللي هم جير نيمو و ريني و واين و هسا ننتقل للجيل السابع بالجيل السابع رح تضلق تستخدم هكتور و مية و بتضيف بطل الجيل السابع اللي هو برادلي بطل العجلة أما الناس اللي بشحنوا رح يستخدموا جير نيمو و مية و برادلي زي ما نشايفين يا أخوان مية لحد الآن حتى أنا هسا بستخدمها سرطة الحشود فشايفين من الجيل الثالث للجيل السابع اللي استموجوده و عندنا هسا الجيل الثامن بالجيل الثامن رح تستخدم هكتور و مية و برادلي نفس اللي اشي يعني طبعا اذا انت لعب مجان و فتحت اكمل بطل الزيادة و طورتهم تقدرت كمان تعدل شوية التسكيلة مثلا الون سو بتقدر تحطه من الجيل الثاني الى الثالث قوان بتقدر تحطها بالجيل الخامس باين بتقدر تحطه من الجيل السادس للثامن فبتقدر تحط هدول الأبطال الزيادة وتعدى عليهم و أغلب الأبطال اللي عطتكم إياها هي هجومية يعني مثلا لو تلاحظ عندك بتفوت مثلا على مية هذه مية تروح على المهارات تقدر تشوف من هاي المهارات انها بترفع الضلر و كمان تقدر تشوف من اسلاح البطل انها بتزيد قوة هجوم قوات الحجد بنسبة 15% فزي هيك الأبطال تقدر تشوف الأبطال اللي عندك وتشوف ايشو الدفاعي والهجومي وتقدر كمان تختار من القائمة اللي حكت لك إياها لأن هاي القائمة أفضل قائمة لفخ الدب والأبطال اللي فيها أغلبهم هجوميين وبالفعض ضرر فلا تنسى أنك تفاعل الحيوانات عشان زيد الضرر و إذا بتحب تفاعل الخصائص فاعلهم سي قوة فتق القوات و هجوم القوات أما إذا ما بتحب زي ما بتباكل و همشي تشكلة الجنود تكتر من الرماة دائما حاول درب أكثر إشي جنود الرماة عشان تقدر تفوت حشود فيها رماة مثلا أنا بحط نسبة الرماة بنسبة 80% وباقي جنود 10% وبس يا إخوان اللي هون وصلنا إلى الفيديو بتمنى يكون أعجبكم بتمنى يا إخوان تدامونوا وتحطوا لايك واشتراك و خليكم مع الفيديوهات الجاي و يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة